نستمع إلى سيد بن عبد الله نعم ما فيها بس أن أؤكد لكم بالموازات مع ذلك وللتطرق مباشرة للموضوع أن حزب تقدم اشتراكية له على سبيل المثال أمين عام جديد منذ أقل من سنة منتخب بالاقتراع السري المباشر في مؤتمر ديمقراطي حضرته كل مكونات الحزب وبالتالي يمارس الديمقراطية بشكل عميق وهو مرتاح من هذه النحية نحن بالنسبة لنا الحكومة رئيس الحكومة أو الوزير الأول يتحمل السلطة التنفيذية بمعنى أنه إلى جانب حكومته الحكومة التي يرأسها هو وزير أول يرأس مجلس الحكومة طبعا الذي يتكون أن وزراء المتدبين كتاب دولة يتولى هذا الوزير الأول قيادة الحكومة باعتباره رئيسها وهو المسؤول عن الإدارة والقطاع العمومي ويقوم بمهام التنصيق بين أعضاء الحكومة كما أن مجلس الحكومة الذي يرأسه الوزير الأول يبت في القضايا تحت الدرس قبل عرضها على المجلس الوزاري وهذا المجلس المرؤوس من قبل رئيس الحكومة يحدد السياسة العامة للدولة التي يتقيد بها بعد المصدقة عليها في المجلس الوزاري ويقوم باقتراح التعيين في الوظائف العمومية المدنية في الإدارة والقطاع العمومي بناء على مقترحات أعضاء الحكومة المعنيين كما أنه ينفذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول هذا المجلس الحكومي الذي نطلب بدسترته كذلك وهذا ورد في الخطاب الملكي كما أنه ينفذ ويتتبع السياسات العمومية كل السياسات العمومية وتعتبر الحكومة مسؤولة بالتضامن بالطبع أمام برلمان وأمام الملك وفق الشروط المحددة في الدستور بالإضافة إلى ذلك كل هذا جميل نعتبر أن الوزير الأول يتعين أن يوقع بالعطف وعندما نناقش الفصل 19 أعتقد أنه يجب أن نتجه إلى عدد من الصلاحيات الموجودة في الفصل 24 وفي الفصل 29 وفي قضايا متعددة في فصول متعددة أخرى وهنا أعتقد أنه يجب أن تكون مكانة متميزة للوزير الأول بصفته متحمل السلطة التنفيذية على أساس أنه يوقع بالعطف ويستشار في موضع حالات الاستثناء وفي مواضيع متعددة أخرى التي لا توجد في النص الدستوري الحالي بذلك أعتقد أننا نعطي للوزارة الأولى أو لرئاسة الحكومة كما سمها البعض الآخر نعطيها حقيقة صفة جديدة ستعطي قيمة جديدة للفعل السياسي وللعمل السياسي وللأحزاب السياسية لأنه اليوم نحن نوجد في نوع من العمل المشترك الذي قمنا به إلى جانب صاحب الجلالة ومن الضروري أن أؤكد أن المكتسبات التي حققناها في العقد الأخير أو في العقد ونصف الأخير هي مكتسبات هامة المطالب الأساس فيها تعود إلى قوى تقدمية ديمقراطية وطنية نضلت من أجل ذلك ووجدنا إلى جانبنا ملك شاب ديمقراطي طموح استطاع أن يبلور ذلك إلى فعل حقيقي وساهمنا إلى جانب مكونات الحكومة الحالية ومنذ 15 سنة الآن في أن نقدم المغرب إلى الأمام لكن في ذات الوقت حصلت لأن الطريق غير مفروش بالورود في ذات الوقت حصلت بعض السلبيات وبعض التراجعات وبعض الانحرفات يتعين اليوم أن نعمل على مراجعتها هكذا يجب أن يقرأ المصار ولا أن يقرأ وكأن هذه الأحزاب لم يكن لها مفعول فيما حصل في المغرب من تقدم شكرا